أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تواصل تصدير خام الكلانكر إلى الأسواق الخارجية خاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة وأوضحت اقتصادية قناة السويس أنه قد تم استقبال سفينة قادمة من قبرص حيث تتم عمليات شحنها وتحميلها بنحو 52 ألف طن من خام الكلانكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوديفوار